موسيقى طبعا بيجهز ذهنيتهم للعنف وإحنا في نفس الوقت بنتباهى بالجانب التاني كل شو نقول ابن الهيسم وابن سينا ليه مش بناخد دول نحطهم حتى لو عايزين نحط البطولات بتاعة السفحين والقتلة باعتباجهم ان هما ابطال يعني حتى لو وافقنا على كده طب ليه ما بنحطش التانين معاه على الاقل يبقى قدمنا صورة متكاملة للتراث ده بكل ما فيه في الحقيقة هما بيعملوش كده لانه ما ينفعش لانه هيدي تكوين غير التكوين او الزهنية التراث التاني العنيف ده هيديها بمعنى انا دلوقتي لما اجي اقول ولد في تاني اعدادي واخلي المقرر الاساسي عليه في القصة او في العربي او في البتاع هو مثلا قصة حيات ابن الهيسم فا هاقول له والوقاع بتاع حياته ان منها انه علشان ما يحتاجش الحد وهو ما كانش بيقبل حاجة من الحكام وكده عشان يبقى يعني فكان كل سنة يكتب كتاب الماجستي كتاب الماجستي ده اللي هو الماجل سنتاكسي ده كتاب الفلك الكبير عند اليوناني يعني ومترجى من العربي فكان يكتبوا بخطه وهو معروف طبعا انه يعني مهندس كبير وعالم وكده ويبيعوا مثلا ما عرفش بقد ايه عشرين دينار او حاج كده هم اللي بيزوا في انهم طول السنة لان حياته كانت بسيطة انا لما بقول الولد او الولد البنت اللي في اعدادي ولا في سنة الكلام ده انا بخليها تشبس بالمعرفة ويبدأ يستشف من واحد زي ابن الهيسم ازاي يكون حر ومستقل ده مش هو الخطاب المطلوب الخطاب العام المطلوب هو خطاب جعجعة وزعيئة وزعيئة يؤدي الى خدمة منظومة سلطوية لحظوا ان فيه دايما منظومة سلطوية بيبقى فيها من يحكم ومن يعارض من يحكم كلاهما ف انقسام الوطن العربي في النص النصف الثاني من القرن العشرين الى بلاد ذات حكومة عسكرية حتى لو كان القائمين فيها مش جايين من خلفها عسكرية وبلاد ملكية الاسم انما قبلية المحتوى حتى لو كان ملكها مش منتبين لقبائل عريق بدى الامر ان فيه تنازع في اليمن مثلا حرب اليمن في الامر بتاعت عبد الناصر او غيره ان ما هو في الحقيقة في الحقيقة كان فيه ميكانيزم داخلي للتفاعل بين هذه الادارات اذا هناك تفاعلات بينية تبدو وفي الظاهر كما لو كانت حالات تعارض ان موافل حقيقة هو نوع من التماسك على النحو اللي زي ما قلنا من يومين وضحوا القانون بتاع المادية التاريخية قانون وحدة القضاد وصراعها ان نكون جهات في المجتمع زي البروليتاريا واصحاب رأس المال متضدين يعني ده ما يلغيش ان هما الاتنين بيكونوا النظام الرأسمالي وبالتالي الدرس الاول في الادراك العام ان انت لما طلعت في الشوارع تقول الشعب يريد اسقاط النظام انك كنت تتحدد يعني اين نظام مش تسيب مبارك فتروح الايمان نور او الاخوان المسلمين المرشد العام لا ما هو ده النظام بما فيه من تفاعلات داخلية بيمثل سيستم واحد لانه لو ما كانش فيه او لو ما كانش المعارض ده متناغم على نحو ما مع السائد كان صفار ما كانش يبقى جزء من النظام طيب نرجع ونقول انه اجابة على السؤال انه ما ينفعش يحط السفحين والعلماء لان ده هيعمل خطاب غير مطلوب والعملة الرديئة متتردوا العملة الجيدة لان انت عشان تبين له عظمة البيروني محتاج جهد كبير في تبسيط كلام البيروني في الاحجار الكريمة وفي حسابات الهند وفي قياسات الاماكن ده عناوين كتبه بس محتاجة تركيز شوية انما لما تقول له وقاد الجيوش فاقتحمل مش عارف ايه وانتصر انت بتجذب اصلا يعني هنا ده سهل السهل ده هيزيح المركب والمراقب فبالتالي وبعيدا بقى عن هذا النظام قلنا خلينا نهتم بالمناطق اللي تستحق فعلا نحنا نفخر بيها في التراث فجت بقى الجلسة الرمضانية دي علشان نتكلم عن ابن سينة فهنتكلم في ابن سينة عن حاجتين القصيدة العينية في النفس والقصة الرمضية اللي هي حي ابن يقزان بس الاول عشان نعرف احنا فين في الجرافية والتاريخ عشان نشوف دلالة ابن سينة الرجل ده ولد تلتمية وسبعين هجرية ومات ربعمائة وثمانية وعشرين ولد في المنطقة الشرقية ابوه اصلا من افغانستان افغاني وهو اتولد في المناطق الشرقية من ايران دلوقتي اللي هي كانت اصفهان وما حولها واقعة بين المنطقة الاسلامية الضخمة جدا اللي اسمها الدولة الخوارزمية ودي في الوقت ده كان بيسيطر عليها واحد اسمه محمود الغزنوي طبعا ابوه كان موجود لما تولد ابن سينة انما لما شاب ابن سينة عن الطوق كان محمود الغزنوي هو المتصرف وزميل ابن سينة وصديقه او يعني على نحو ما مش ما ينفعش نقول استاذه انما كان كان البيروني البيروني راح مع محمود الغزنوي ابن سينة مقدرش يوحمى محمود الخليفة لانه محمود الغزنوي كان عامل رافع لواء انه هو عشان اكتسب شرعية من الخليفة انه هو رافع لواء السنة فهو غير السنة المعتزلة الهندوس فكان داير يكسر في اصنام الهند انما يقال ان كان عنده فضائل اخرى كثيرة وابن سينة ابوه كان قريب من الاسماعيلية لحظوا حاجة انه هو ولد في نفس الوقت تقريبا الفاطميين في ملكه مصر او دخلوا مصر فالمعز دخل بعد وبعد جيشه باربع سنين في تلتمية اتنين وستين وبعد تمان سنين اتولد ابن سينة هناك فكان هناك في فكرة ان احنا ممكن نعمل خلافة كمان هنا فاطمية بدل الخلافة العباسية الظالمة دي فهنا بقى المذهب يلعب دور كبير بقى مش دور ديني دور سياسي ابن سينة بيقول انه هو عنده عشر اتناشر سنة كان بيسمع كلام ابوه وصحابه عن المذهب الشيع فهما يعني يحس انه نفسه بيعني ايه لا تقبل على هذا الكلام غالبا تكوينه العلمي واهتمامه بالعلوم هو كان مهتم من هو صغير قوي بالرياضي طبعا في علوم الشريعة دي لازم اي حد بياخدها يعني ويحفظ القرآن عنده عشر سنين الى اخر هذه الاشياء انما كان في مراهقته بيدرس اكتر الرياضيات بيسميها الارثماتيقي والطب وهو بيشوف ان الطب ده اسهل العلوم بس اتصادف ان الطب ده هو بقى يعني عمله مكانة كبيرة لان كان عنده زكاء شديد فقدر يبتكر معالجات ويدخل الجزء النفسي في العلاج الجسمي ولو حكايات كتيرة بتدل على ذكائه في المعالجة وبالتالي بقى على صلب الامراء لانه كتير منهم والمناطق دي مناطق شديدة البرد وفيها امراض يعني بتبقى شديدة وكان ابن سينة بيعالج هذه الاشياء وبيشتغل في العلوم الاخرى مجال اهتمامه الرئيسي في التأليف خلال حياته كان الفلسفة والطب انه مقلوه كتابات في اشياء تانية اه في الحساب والحساب كان حاجة مهمة لانه خدوا بالكو دول هو والبيروني قرائبين من الهند والهند كانت بارعة في العملات الحسابية حتى في مخطوطات كتير يعني يقال في حساب الهند لان كان عندهم طريقة اللي هي موجودة دلوقتي في العالم طريقة الكسور العشرية كان في نظام تاني قديما اللي هو النظام اللي كان موجود في منطقة الهلال الخصيب بابيلي وفينيقي اللي هو نظام العدد الستيني ان الوحدة الاساسية مش العشرة الستة ومضاعفاتها اللي منه مثلا احنا دلوقتي بنقول ايه على دستة دستة يعني ايه؟ يعني ستة وستة ونخلي الشهر تلاتين يوم والسنة تلتمية وستين دي حسابات فينقية بابيلية مش هندية الحساب الهندي حساب بيقوم على القيمة العشرية وكان العرب لما نقل العشارين يعني او الرياضيين العرب لما نقله ده وطلاقه مع التراث الفيثاغوري عمل النقلة الكبيرة في الرياضيات البيروني اهتم اكتر بالرياضيات من المسينة انما المسينة اقلف فيها وكان بيقول انه الطب هو هداية او ضبط اقاع الجسم والفلسفة هي شفاء النفس وعلشان كده الكتابين المشهورين بدل فيهم العنوان فبقى عندنا القانون في الطب والشفاء في الفلسفة والالهيات طب يعني مفروض الشفاء في الطب والقانون في الطب انما هو اراد ان يلمح الى الصلة بين الامرين وكان بيقول انه فيه فرق بين المذهب المشهور والمذهب المستور يعني فيه كلام الناس المتعلمين يطلقوه خلسفة ارستو والعلى الاربعة وكتب الحيوان وموضوعات الفيسيولوجية والعامة ده ده المذهب التعليمي بلغة ابنسينة ده المذهب المشهور ان ما فيه بقى الحكمة او اللي بسميها المذهب المستور بيبلنا ده في الشفاء لما بيقول في بداية الكتاب واعلم ان كاتب هذه السطور كان كثيرا لذب الدفاع عن طرق المشائين اللي هم فلسفة ارستو فطلب اليه تلخيص مذهبهم ما معناه يعني فوضع هذه الاوراق اما الذي اراد الحق الذي لا جمجمت فيه فعليه بكتبنا المشرقية النصين اللي احنا نتكلم فيهم النهاردة نصين من الكتب المشرقية دي من كتب الحكمة الخاصة بتاعت ابنسينة ودي في منها ما يتعلق بالنفس اللي هو القصيدة العينية ومنها ما يتعلق بالمعرفة اللي هو قصة حي ابن يقزان هنبدأ بالكلام عن النفس القصيدة يعني ليست طويلة خليني اقولها لكم وبعدين نشرحها بيقول ابن سينة هبطت اليك من المحل الارفعي وارقاء ذات تعزز وتمنعي محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقعي وصلت على كره وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع أنفت وما ألفت فلما واصلت أنست مجاورة الخراب البلقعي وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنعي حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجرع عالقت بها ثاء استقيله فأصبحت بين المعالم والطلول الخضعي تبكي إذا ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولم تتقطعي وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربعي إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح المربعي وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيعي سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت فأبصرت سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجعي وغدت تغرد فوق ذروة الشاهق والعلم يرفع كل من لم يرفعي فلأي شيء أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحديد الأوضع إن كان إن كان أهبطها الإله لحكمة طوية عن الفطن اللبيب الأروعي فهبوطها إن كان ضربة لاذب لتكون سامعة بما لم تسمعي وتعود عالمة بكل حقيقة في العالمين فخرقها لم يرقع وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بعين المطلع فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمعي في الغؤية الإسلامية الصوفية وفي الفلسفة اليونانية الأفلاطونية اتفاق على إنه النفس شيء مستقل عن الجسد وإن الجسد لا يعبر عن حقيقة الإنسان إنما تعبر عنه النفس طيب أم الله اللي احنا بنشوفه دلوقتي وعمليات التجميل وكوي الشعر وتتحجب ولا ما تتحجبش وتنفخ خدودها ولا ما تنفخش واللي بيعمل بادي بيلدنج قالك ده كل ده بيلعب في الحتة الضيعة أصلا هو مش كده حقيقة الإنسان هي نفسه مش جسمه لأن الجسم بيتغير طب ما هو أنت أفرد عملت بادي بيلدنج ولقدر الله حصل لك حدثة ففقدت ساق هل هتفقد من نفسك ربعها لا يبقى الجسم متبضع يعني له أجزاء وأنه ممكن يشيخ مع الوقت مع الزمن وممكن يبقى رضيع وبعد عشرين سنة يبقى شاب النفس مش كده النفس حقيقة واحدة لها وجود مستقل عن وجود البدن واتصالهم هما الاتنين اللي هي فترة الحياة ده اقتران مؤقت ما بيلغيش أنه الحقيقة الإنسانية هي حقيقة النفس من وجهة نظر إسلامية ووفقاً للمذكور في القرآن فيما يسمى بآية المثاق المشهورة إذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ثم أشهدهم على نفسه ألستوا بربكم قالوا بلا شاهدنا طيب يعني هو ربنا أخذ من كل بني آدم نفسهم أو أرواحهم وأشهدهم على نفسه ألستوا بربكم قالوا بلا طيب ده حصل إمتى حصل في عالم الأرواح قبل خلق الأجساد اللي هيعبر عنها الحديث النبوي المشهور عن عالم الذر إن الله جمع الأرواح أرواح بني آدم فكانوا بين يديه كالذر الذر اللي هو النمل في هذا العالم الأول السابق على الوجود الجثماني الحالي حصلت النفس على المعرفة المباشرة الكاملة غير المتلونة بالشكوك ثم هبطت الجسم فنست من ناحية أفلاطونية بقى ما بتختلفش كتير المسألة وبتقوم على فكرة إنه النفس لا مادية فهي من عالم المصل والجسم مادي فهو من هذا العالم المتغير فلإن المادة من طبيعتها الفساد يعني بتقول إلى الفساد بمعنى إن إنت مثلا لو مهتمتش بأكلك هجي لك مرس لو مهتمتش بنظافك بنظافتك هجي لك جرب لأن المادة آيلة للفساد بطبعها فأنت طول الوقت بتحاول إنك تاكل كويس عشان ما تبقاش ضعيف ومريد إنك بشعب تنضى شعرك علشان ما يبقاش فيه المهم إنك طول الوقت بتستعين بالنفس للحفاظ على الجسم اللي هو وعاء للنفس وبالتالي بعد الموت بترجع النفس لعلامها الأولاني اللي هو المثالي الخالي من التغيج والفساد أو إنها تقول إلى الفساد وبالتالي ففي الفلسفة الأفلاطونية فكرة الموت دي فكرة لذيذة يعني مش متخوفش وأظن إنه ده مستوحى من مصر القديمة لأنه هو كان يجي دراس هنا فترة طويلة ومن هنا قال في المحاورة المشهورة بتاعته في خلود النفس محاورة فايدن على لسان السوقرات يعني إنه اللي بيفهم ما يخافش من الموت يخاف من الحياة حياة هي اللي فيها الغلب والمسئولية ومحاولة المحافظة الدائمة على الجسم والوجود من الفناء اللي هو متجه له طبيعي إنما المدة صفاء بقى ده الهدوء ده الرجوع إلى الأصل الفكرة دي موجودة عند المتصوفة هو ديوان المثنوي لجلال الدين الرومي بيبدأ بايه؟ بالكلام عن الناي اللي بيرقصه عليه المولوية ده فبيشير في بداية المثنى طبعا في مقدمة الأول اللي هي المقدمة العربية اللي اكتبها باللغة العربية يعني إن هذا الكتاب هو أصوله 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 الدين وشرع الله المجد إلى آخرين إنما لما بيجي في الأشعار بيبين الصلة بين النفس الإنسانية أو الروح بين الناي بأنه بيقول استمع إلى صوت الناي كيف يبث آلام الفراق يقول مزقطعت من الغاب والناس تبكي لبكائي إنني أنشد صدرا مزقه الحنين كي يستمع لبكائي يبقى مين اللي هيحس بالناي وبالشجو اللي في الناي اللي انتبه الشخص اللي انتبه إن حقيقته مش من العلم ده فهو مقطوع من علم أصلي كان فيه زي الغاب البوصة ما تقطعت من منباتها فلما بننفخ فيها بتحيط بتبكي وسوط الناي بيبقى حزين لأنه بيحن طبعا دي رؤية مجازية يعني مع أصل العالم دلوقتي بقى مليان متخلفين فييجي حد يسمع الكلام دي يقولك ومن أين هتايته وما الدليل على أن النباتات تشعر وينسى القضية وتعلق بتفصيله المهم إن دي لغة شعرية ورؤية شعرية للعالم مش منطقية والإنسان فيه الجزء الشعري فيه الجزء المنطقي ولما المثنوي أو ديوان شمس تبريز أو بقيت شعراء الصوفية هم مش بيخطبوا الجزء المنطقي دلوقتي هم بيخطبوا الجزء الشعري ده اللي بيخلي الإنسان إنسان برضه المهم إنه فكرة الناي اللي هو غاب أو بوصة مقطوعة من أصلها فاقصتها في الحنين إلى الأصل ده بيستدعي عشان كده قولوا بنسمع إنه إحنا بنسرح كده ليه لإن تبدأ النفس تتذكر علامها الأول طيب فيه ناس مديين جدا وعلمانيين جدا هيقولولي الكلام ده مش عملي ليه يا جماعة علشان مفيش دليل عليه نقول له طيب ليه لما بتخش مكان معين انت حاس إنك مسترحل المكان ده انت أول مرة تجيله أو تشوف حد فتنقبض أول ما تشوفه أو العكس يعني كما لو كان في حكم لشيء انت مش مش عارفه طيب ليه الحالات النفسية العالية سواء إجابا أو سلما يعني في الاكتئاب مثلا وفي الحب ليه في الحالتين بيحصل نشاط عالي جدا في الجسم يعني تلاقي المتحبين يفضلوا ماشيين على البحر هنا في الشتاء هم دول متحملين بتالك ده إزاي هم مش هنا هو هنا الجسم بقى بيفرز الأدرنالين المطلوب إنما اللي بيحركهم مش الجسم ده النفس وبالعكس في حالات الاكتئاب اللي مالي الملد دي بتلاقي الواحد ما هو قاعد كويس اهو وآه السكر غلي بس هو عنده سكر يعني بس مكتئب إذا هنا دي مش حاجة جسدية مش حاجة مادية إنما حاجة نفسية وحتى لطباء عندهم نوع من الأمراض بيسموه دي اللي هي النفس فيها بتضغط على الجسم وفي المقابل بقى وإيجابا في حالات الحماس والحب والعشق الحقيقي يعني بتعلى بالجسم فالواحد يبقى مستغرب نفسه اللي هو نفس الشخص يبقى في الفلسفة الأفلاطونية وفي الإسلام الصوفي اللي هو الراقي يعني أرقى شكل من أشكال الإسلام اللي هو فوش بقى العنف والدبح ويلا عايز أحكم وكلام هناك اتفاق على استقلالية وخلود النفس عن الجسم ابن سيناء في هذه القصيدة بيعكس هذه الفلسفة هو لو قال الكلمتين اللي أنا قلتهم دولف وقته هيموته طبعا لا كان فيه لسه جلال الدين العومي ولا كان فيه مش عارف ايه من غير بقى قانون اصدراء أديان ولا انكر معلوم من التلفزيون بالضرورة ولا الكلام ده هايقولوله ايه ده انت جبت الكلام ده منين انت مش عارف ايه اقم عليه الحجة الشرعية يقولهم قال الله تعالى يقوله قال تعالى تاب تعالى بقى عشان هو قال تعالى في حتة تانية كذا كذا فاقتلوه يلا قتلوا الرجل ده زي ما عملوا مع ناس كتير لا سكرات موته كان لسبب اخر ماروش علاقة بالدين لا 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 سكرات التهم لا لو طلعنا من المواضيع كده مش هنخلص هقولك دي بسرعة سكرات التهم بتلت تهم التلت تهم تهم شكلية انما الاشكال الرئيسي ما كانش في عارض الاتهام الاشكال الرئيسي ان السفستقين دول ناس محترمين وكل حاجة يعني وبيقوموا بتدريس الناس اللغة والاساليب بس بياخدوا فلوس وسكرات على الفيسبوك ببلاش مفيش فيسبوك طبعا انما فيش شوارع وفي الحواري يلاقي العيال قاعدين يلعبوا مش عارف ايه يقولهم بقول لكم ايه يا شباب انا بفكر في حاجة كده تقدروا تساعدوني حاجة ايه يا سكرات انا عايز اعرف يعني ايه عدالة يقولوا عدالة يعني اللي احنا بنلعب اللي يجيب جون يتحسب يعني اللي يجيب جون وما يتحسبش ده يبقى ظلم اه يبقى ظلم طيب يعني هل ويبدأ بقى يرتب مجموعة اسئلة من خلالها يولد المعرفة والشغف بالمعرفة في النفوس وكان بيقول ان امه كانت بتشتغل قابلة داية يعني فقال انا خدت شغلانة امي امي كانت بتولدي الستات انا بولد الحقائق من عقول الرجال فالسفستائيل اتضايقوا منه فقدموا فيه شكوى للمجلس وكانت اثينا في الوقت دا ديمقراطية ديمقراطية مباشرة وكان المجلس ربعمائة وخمسين واحد كان الحكم يبقى مباشر حكم الشعب للشعب ديموس كراتيس فاتهموا اولا بالخيانة العظمة ثانيا اللي هي زي عضايا عامل الدولة دلوقتي كده والحاجات البيانة وانه لا يؤمن باللهة المدينة وتالتهم انه بيفسد الشباب فالناس اللي بيحكموا ما هم عارفين سكرات راجل طيب يعني ومعندهمش مش كلا معاه بالمناسبة يعني فقالوا له بص يا سكرات تلمزته يعني انت بكرة مطلوب عند النائب العام بتاعهم فتكلمهم بالراحة كده عشان ايه وتاخد اكسانتيب معك مراته وعيالك كده عشان برده يعني قال لهم احنا هنهزر بقى احنا هنعمل عقد مسرحي انا هشوف الاتهامات ورد عليها وخلاص الكلام ده موجود في كتاب اسمه دفاع سكرات راح قال لهم ايه يا جماعة في ايه قالوا له انت بتؤمن بقاليها اخرى غير قاليها المدينة قال لهم يعني اذا كان اكبر معبد في المدينة معبد ديلفي لما انتوا رحتوا سألتوا الكاهنة مين احكم اهل الزمان قالت لكم سكرات وانا حتى استغربت ساعتها وقلت الله ازاي احكم وانا مش عارف اي حاجة في الدنيا بس لما عدت افكر لقيت اه والله ده حاجة خطيرة جدا ده انا جاهل بس عارف ان انا جاهل انما الاخرين جاهلين وجاهلين ان هم جاهلين فانا جايز متبايز بس باني مدرك لجاهلي فعشان كده هي قالت ان احكم انما في كل الاحوال يعني ازا كانت الكاهنة بتاعت المعبد الاساسي بتاعتينة بتقول ان انا احكم اهل الارض دي بقى ايه بقى الكلام ده مايصحش يعني ايه التهمة التانية قالوله انت متب الخيانة العظمى مش ما عندكش ولاء للمدينة قالهم حرام عليكم هو كان كبير شوها في السنة ده انا لسه لحد كام سنة فاتت كنت باشترك في الحروب وانتو شايفين كنت بقعد بالتلت ايام واقف خدمة وحافي عالتالج وما اشتكتش واشتركت معاك وفي الحاجات دي لما كنت شبابا قدر اعمل الكلام ده دفاعا عن مدينتي فازاي يعني اخونها قالوا طب انت كمان بتفسد الشباب ازاي بافسد الشباب قالوا بتوعب تلعب في دماغهم كده هم بيلعبوا كورة تقول لهم العدالة فانت ملكوا ما للشباب قال لهم انا عايز اثينا دي تبقى احسن حتى في الدنيا وده مش هيحصل الا لما اقول الناس تتحرك فانا بحرك عقولي الشباب انا مش بافسق لها قالوا طب بص سابوا بقى الرجل اللي بيكتب المحضر قالوا بصا سكرات قول ان انا مش هعمل كده تاني وخلاص احنا هنمشي طبعا انا متخيل دلقتي واحد من المتخلفين ذهنيا هيقول لا اللي محصلش كده هو قال قالوا تعهد لنا ان في يوزيف سدان بيزاي في التاريخ لا انا بصير المسألة سياغة مقبولة دون الخروج عن النص المهم طلبوا انه يتعهد بعدم اثارة الجدل وخلاص قالوا لهم لا مقدرش لي يا سكرات قالوا يعني اما لازمتي ايه في الحياة بقى قالوا له بلاش كده عشان اصل التهم دي عقوبتها الموت قالوا لهم طيب يعني هعمل لكم ايه وبعد الموت ايه ما هو الفلسوف اللي هيخاف الموت ده حرية بالنسباله يا عم ما تحرجناش بقى طيب بص وروح مدينة تانية قالوا لهم يعني اذا كانت مدينتي اللي انا نشأت فيها وحربت عشانها ومش متقبلة اللي انا بعمله طيب ما لما اروح مدينة تانية هعمل نفس الشيء فبالتالي يبقى يعني ملهاش معنى بقى اني اني امشي من هنا طيب يا سكرات هنحكم عليك بالموت انا هنحكم الله فحكموا هو معروف ان افلاطون لانه كان غاني دفع فلوس للحراس واسابه الباب مفتوح اتحكم هليه بالموت اه هو هو اللي شاب انما كان فيه فترة ما بين الحكم وبين تنفيزه عشان كان فيه عيد فافلاطون خلال فترة دي كان غاني دفع للحراس لا والحراس كمان مش حاجزين ما كانش حد حاجز على مقتل سخراعات الا اللي كان بيقطع عشهم انما الناس نفسها ما هم ما عارفين وما عاشين معاها فهو اللي هيروح فين طب في طلب هجرة طب يا عم تعالى هتاخد جرين كارد وتروح كندا قال له هعمل ايه هناك انا قضيتي هنا طيب افلاطون دفع و فكان ده القبياد استلميزه يعني فممكن بقى قال له روح نادي اخواتك بس وتعالوا هنعمل جلسة الجلسة دي هي محاورة فايدن في خلود النفس قاعد يكلمهم في خلود النفس وخلاص وضح فكرة انه للنفس وجود مستقل عن وجود البدن وهو الوجود الاصلي المحدد للصفة الانسانية ثم تجرع كأس الشكران نوع من السمن وبدأ بقى السوقية تيجي من رجله كده وهو يعني مروح خلاص عمل اللي عليه عمل اللي عليه ومشي ده سخرات بس ما عدتش تقطعني تاني كنا بنقول ايه استوز محمد بقى كنا بتكلم عن النفس عند ابن سينة لا هو ساعة ما قال لي عند سخرات اختلاف ان رؤية النفس بين سخرات وبين حاكم علي بموت اه فابن سينة قال بدل ما اخلي ده في المذهب المشهور المذهب المشهور لابن سينة مذهب اغيستي ليه؟ لان في العلوم اللي هي الطب والطبيعيات والحيوان والقهوية والاماكن والبلدان الطقس فهنا اه يعني مفيش مشكلة في الكلام ده انما النزعة الافلاطونية دي والصوفية احنا قلنا ان هو طلع من فكهة المذاهب قال انا لا ليه في سنة ولا ليه في شيعة فسبوني في الحكمة لان ممكن تكون هذه الخلاص عشان كده كان مهتمة بالحكمة المشرقية ووضع فلسفته دي فلسفته الحقيقية دي في مجموعة من المؤلفات اللي منهم القصيدة اللي احنا شفناها وهنشرحها شيئا فشيئا اول كلمة بيبدأ بيها ابن سينة القصيدة كلمة بالغة الدلالة على القضية الرئيسية او الموضوع الاساسي اللي هتطرحه القصيدة وعلى فكرة ابن سينة له قصيد اخرى غير دي له شعر تعليمي ده في الطب يعني علشان يخلي الطبيب يفتكر ده تقليد قديم يعني اسمها الاراجيز العلمية الاراجيز بيجي عالم كبير يحط اصول او قواعد العلم بتاعه في منظومة من بحر الرجز لانه خفيف يعني في في الالقاء والتذكر وفيه بقى رجيز في الرياضيات ورجيز في النحو وفي ابن سينة له ارجوزتين في الطب واحدة المشهورة اول هي الارجوزة الالفية في الطب واحدة تانية تلتمية وشوية بيت دي اللي بيقول فيها في اولها يقولوا راجي عفو ربه ابن سينة ولم يزل بالله مستعينة يا سائلي عن صحة الاجسادي اسمع صحيح الطبي بالاسنادي ده طبعا لما بنقولها كده انما هو الولاد لما كانوا يحفظوا بقى الاراجيز العلمية دي في البداية يقولوا راجي عفو ربه ابن سينة لا يقولوا راجي عفو ربه ابن سينة ولم يزل بالله مستعينة يا سائلي عن صحة الاجسادي اسمعت صحيح الطبي بالاسنادي فده يبقى اسهل لتذكرها لما بيجي استحضر قعدة من القواعد وعنده طبعا الفيت ابن مالك في النحو حاجات كتير انما هنا لا ده شعر حر مش تعليمي لا مش شعر حر بالمعنى المعاصر يعني غرضه حر مش غرض تعليمي فبالتالي بيبقى ممتلق بالدلالات والاشارية فيه والمجاز بيبقى عالي جدا واختيار المفردات بيبقى بالغ الدقة كما يجب ان يكون الحال في الشعر فاختياره لبداية القصيدة والكلمة الاولى هبطت هذا يدل في حد ذاته على ان الانسان الذي هو الجسم ونفس جسم ورح ان الجسم هو السفلي لانه يتحدث عن النفس فيقول هبطت فهي الاعلى ويؤكد هذا المعنى معنى بقوله من المحل الارفعي المحل الارفعي ده وفقا لفلسفة افلاطون هيبقى عالم المصر اللي هو عالم مفروش مادة خالص في ابعاد رياضية وهندسية للكون وللاشياء وخلاص او من المنظور الاسلامي هو عالم الارواح قبل خلق الاجساد اللي هو في الميثاق او في الحديث النبوي الميثاق وفي كل او في كلتا الحالتين هو مكان اعلى من العالم الارضي ليه الفلسفة ينظروا دايما للعالم الارضي نظرة دونية يقولك ما هي اسمها الدنيا لانه اللي بيتحكم في حركتها هو المادة والمادة اردأ من الروح المادة هي اللي بتطمس الروح لانه انت عايز تفهم عايز تفكر عايز تشعر بمعنى للكون والوجود دي اغراض نفسية يقابلها ان انت لازم تجدح عشان تجيب فلوس ليك ولعيالك لو كان عندك عيال يعني فالمادة دي او الجزء الجثماني اللي في الانسان بيعوق الجزء الروحي الفلسفة هيقوله ايه طيب قلل عشان كده قلنا ابن الهيسم كان عايش ازاي يكتب المجستي على فاكه فيه نسخة بخط ابن الهيسم موجودة في بوترسبورج في روسيا هو كان كل سنة بيعمل واحدة وفي منهم واحدة وبعض اللي بيشتغله في تاريخ الارديات بيقوله دي اهم مخطوطة في العالم لانه ابن الهيسم وكتاب المجستي عايزين ايه بعد كده يعني هو بيعمل كده ليه او غيره علشان يقلل مطالب البدن الى الحد الادنى علشان يدي فرصة للنفس الانسانية انها تتسع وتبقى موجودة او ودي بقى حاجة انفرد بها بمسينة ان ما يقفش اصلا عند الجزء المادي ده وهنا اشكال ممكن نتكلم فيه بعد كده ان هو كان بيحب الستات جدا وحتى في مرضه الاخير مداش فرصة للنقاها يعني التم وانهمك في الستات في المضاجعة يعني مع ان هو في القانون بيقول ان العشق من الامراض النفسية يبقى هنا تعلقه بالمرأة مش على المستوى الشعري على المستوى البدني ان هو عايز يخلق وانا اتعرض في الرواية للمنطقة دي وهبين الاشكال اللي فيها انما كلامنا للوقتي عن القصيدة العينية اللي بتوضح من اول شطرة في اول بيت انه النفس وجودها اسمى من وجود البدن لان النفس لا مادية والبدن بالضرورة مادية وهو يوجه الخطاب لكل سامع يعني سين وصاد وكلهم بينطبق عليهم نفس الشيء انها هبطت نفسه يعني هبطت اليك من المحل الارفعي وبيشبهها بالحمامة الرمادية بيسمها الورقاء فبيخلي النفس المعبر عنها في مجموعة رموز كده نمطية يعني الهداية يرمز اليها بالهدهد النفس يرمز اليها باليمامة او الحمامة الورقاء الرمادية الصغيرة ده بيلجأ اليه الكتاب والادباء والشعراء عشان يختصر المسافة بتثبيت رمزية معينة فمثلا لما يقف عبدالقادر الجيلاني على المنبر ويقول على مثل ليلة يقتل المرء نفسه ويحلو له مروا المناية ويعذبه هي ليلة دي هي ليلة العمرية اللي كانوا يحبها قس لا خلاص استقار في المعجب الصوفي ان ليلة والمعشوقات العربيات هم المعادل الموضوعية او الاشارة الرمزية الى الذات الالهية فلما بنسمع ابن الفارد مثلا في شعره او شعره الصوفية عموما المتأخرين بعد القرن مش متأخرين يعني من القرن السادس بيستعملوا هذه الرموز عشان يتجاوز المسافة ما بين المرموز اليه والمرموز به باستعمال ما استقر من مصطلحات ومنها مصطلح النفس الانسانية المرموز اليه بالحمامة الرمادية الورقاء فقد هبطت اليك من المحل الارفعي ورقاءه ذات تعزز وتمنعي عشان كده اول فعل للانسان عند الميلاد هو الصراخ لانه النفس مش عايزة يعني تعايا في الجسم ده هي من عالم اعلى وهو من العالم الادنى فهبطت اليك من المحل الارفعي وارقاءه ذات تعزز وتمنعي محجوبة عن كل مقلة عارف يعني انا لما ببص لمحمد دلوقتي انا مش شايف نفسه فنفسه محجوبة فحتى اعرف العرفاء لا يستطيع ان يرى نفوس الناس هو بيشوف افعالهم لشان كده عملين نقول لهم انسوا حكاية انك تحسبوا الناس وفقا للإيمان لان الإيمان شيء لا ينضبط ولا يقاس انت بتحسب الناس على افعالها فهي هذه النفس التي هبطت اليك من المحل الارفعي وهي تشبه الورقاء ذات تعزز وتمنعي هي محجوبة عن كل مقلة عارفا وهي التي سفرت ولم تتبرقعي مع ان هي واضحة جدا يعني انصات محمد ده هو نفسه والهيسة اللي بيقعد يعملها على الفيسبوك وبش عارف ايه ما هي نفسه ان هو عايز يضحك وعايز يفرفش وبعدين لما يقعد يختنق بقى ويحتدم كده ما هي نفسه برضه فمع انها بتظهر بشكل جلي وواضح في كل سلوكه سلوكياته الى انه لا يوجد شيء ملموس اقدر امسيكو اقول دي نفسه مش كده فهي محجوبة عن كل مقلة عارفا مع انها سفرت سافرة يعني ظاهرة ولم تتبرقعي ودي برضه حاجة في اللغة ناخد بالنا منها هما دايما يقولوا ايه المحجبة والسافرة لا مفيش حاجة كده دي اختراعة من بتاعت السنوات الاخيرة انه اللفزتين اللي قدام بعد منقبة او اللي يقولك منطقبة او مبرقعة وسافرة والسفور يعني الظهور لا يعطي اي معنى اخلاقي فايجي واحد يقولك ايه وهي ولا عيازوا بالله سافرة ما لهوش معنى الكلام ده يعني ايه ولا عيازوا بالله ما هو الله هو اللي خلقها كده يا اخي وبعدين السفور لا هنا كان بيغزهم السفور ده كان ضد يبقى سفرت ولم تتبرقعي يبقى فيه البرقع وفيه السفور وصلت على كره اليك يعني هي مخترتش وكان بالنسبة لها يعني افضل انها ما تجيش يعني تخش ليه في الحاجات المادية دي وفي الامراض وفي الوجع وفي الالام كل ده بيسببوا الجسم والكدح والحبس والتحرق وكل ما يعيشه الانسان وتسعة وتسعين في المية منه هو تحكم الجسم في النفس او البدن في الروح فلو كان الاختيار لها لما هبطت فهي اهبطت وصلت على عشان كده هيجي في الاخر هبطت دي هيقول فلا اي شئ اهبطت 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 يعني ما كانش اختيارها وصلت على كره اليك وربما وده الغريب بقى كرهت فراقك فراقك وهي ذاته تفجعي لما بتقعد النفس مع الجسم فترة طويلة فيقعد بقى الولد يبقى عنده مثلا عشرين سنة فيبص ايه ده انا جميل قوي والبنت قال له ايه ده ده نعناية ساحرة فتبدأ النفس نفسه ونفسها تتعلق بالجزء المادي وتشوف له يعني جماليات معايا وبعدين انا خست خمسة كيلو فبقيت انا منكان اه اه او او العكس انشغال النفس بالبدن بيعمل نوع من الالفة اللي بتخليه احيانا قال ربما مش دايما ييجي في اخر العمر مش عايز يموت مش عايز يسيب البدن وتتفجع نفسه من الفجيع يعني علشان هيسيب الدنيا طب بس انت اللي بكيت وانت اللي مش انت اللي مش فهم ده ده اعادك في خضم وقلب العمليات المادية دي نساك نفسك عشان كده مثلا تلاقي ايه واحد غني جدا فمعاه مش عارف ميت مليار مثلا والشغل والبتاع والصفقة ضعت مني يا عمي ده لا انت ولا عيالك ولا احفادك هتعرف تصرف مالك لا 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 الشغل لا الصفقة هتروح صفقة ايه ما هتروح لانه دوام التعلق والارتباط بين النفس والبدن بين اللع محسوس وبين الحسي جعل الاحكام تضطرب فما بقاش عارف يعني هما الزهاد بتوع الهند دول لما بيجي ساب العالم كله هو مجنون لا مش مجنون هو قدرك انه دا مش دا الحقيقة فبيترك هذا اللي هو ويقعد بقى يعيش على ورق الشجر ووناستعيش على الندى اللي بينزل من القصص دي الزهاد بقى المبلغين طبعا احنا بنقولش بدا انما بندرب بمثل على انه الحكمة احيانا تؤدي الى هجران كامل للماديات وغالبا اللي حركوا تاريخ الانسانية كانوا ناس من النوع ده مش النمط المادي المسعور المفجوع على المادة حتى لو بدى غير ذلك يعني مايكل انجلو كان اه وبتاعه حقي وبتاعه بس في النهاية ده منظر وإلا يقعد 11 سنة نايم على ظهره عشان يرسم البتاع دي ده فا او انه ابن سيناء ما كان وزير فوهو وزير قاعد يقلف الشفاء والقانون اتحبس بيقلف يطلع من الحبس يكمل الشفاء والقانون اذا هو بحكمة ما او بادراك حكيم ما عرف انه التقلبات المادية دي مش هالموضوع هو هو جهد النفس والتسامي بتاعها والمعرفة اللي هي لصيقة الصلة وصيقة الصلة بالنفس هي الموضوع فعشان كده ما توقفش ابدا نرجع للناس انها وصلت على كره اليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجعي انفت وما الفت يعني في الاول اغفت من الجسم لانه مادي انفت ليه؟ لانها ما كانتش قعدت معاه فتالفت انفت وما الفت فلما واصلت انست مجاورة الخراب البلقعي يعني الخراب الشديد ووصف الجسم بانه خراب ايوما والمادي عشان بيقول لي الفساد وأظنها وأظنها نسيت عهودا بالحمى هنا بقى مع العشرة دي ومع الارتباط ده بالماديات وبالمحسوسات بتنسى المعاني الاولى العليا فهي وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا يعني مواضع اخرى ومنازلا بفراقها لم تقنعي حتى اذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميمي مركزها بذات الاجرع يعني تفضل هيمانة كده بقى ونسيت علامها الاول وبقت بقى تلتز بانه الشكل بقى حلو والبشرة بقت مشدودة والعربية بقت احدث والبيت بقى اضخم والاااااا وبعد انتجى حالة وفاة فتنصدم ايه ده؟ ده انا النفس يعني انا مش من هنا اصلا حتى اذا اتصلت بهاء هبوطها لما ييجى موقف يفكرها انها هي ماشية هي كمان عن ميمي مركزها اللي هو وجودها الاصلي بذات الاجرع الاجرع جمع جرعاء والجرعاء في اللغة هي الارض الرملية التي لا تنبت شيئا بيستعملها هنا كرمز دال على انه الحياة المادية حياة مجدبة ده انت بتضحك عليك عليها وهي بتضحك عليك وعايز تخلي الرسيد اللي ميت مش عارف ايه بقى قل في ايه وبس انما في النهاية انت مش تكون اكتر من ثلاث واجبات في اليوم فاذا النفس عندما تصدق في غيها او تنهمك في المادية وتنسى وجودها وحققتها الاصلية تأتي اشياء او وقائع تذكرها بانه لا ده النوضوع ده الكوارث الطبيعية مثلا موفسات شديد حالات الوفيات ما هدي تذكرة بانه ده مش دائم وبالتالي انت متعلق بايه فلما بيحصل ده بقى او في هذه الحالة حالة حتى ازا اتصلت بهاء هبوطها في ميم مركزها بذات الاجرعي الحياة اللي هي غير منتجة دي علقت بها ثاء الثقيلة يبقى حصلت حالة وفاة فهو ايه قاعد بقى كده واخد جام وما بيكلش بيفكر فكرة الموت فالمعدة تاعد تعمله كده هنا علقت به ثاء الثقيل الجزء المادي منه بيشده تخليك هنا علقت بها ثاء الثقيل فاصبحت بين المعالم والطلول الخضعي هي محتارة ما بين انجزابها للعالم الاعلى وارتباطها بالطلول اللي هي جامعة طالع اللي هي الخرائب فهو شايف ان الناس اللي بتحرك دي حواليه دي خرائب ليه لانه ما هو طبيب فهو شايف بقى انه ده هنا ده واكل كزا وهيجيله كزا بعد كده في بطنه وانه امعاقه دي بتعمل كزا وان الكب دلوقتي بيفرز مش عارف ايه فهو شايف ميكانيزم الجسم الايل بطبعه الى الفساد طبعا ده كمان قبل ما الطب الحديث يكتشف على ايد بيشا ان الظاهرة الباثولوجية بتعمل جنبا الى جنب مع الظاهرة الفسيولوجية وانه طبيعة الجسم داخل طبيعته الايلولة للفساد وان اي جسم حي مثلا فيه خلايا سرطانية لاس موجودة وبيقومها بعد ان تيجي تاني وقومها لحد ما بتيجي فترة امتى بنقول عليه مريض سرطان مش لانه بقى عنده سرطان لا لانه حصل نوع من التركيز الى اخرهم شاهد الكلام هنا ايه انه هذه النفس اصبحت مشدودة بين نقيدين المعالم اللي هو علامها الاول اللغاقي والطلول الخضاعي وتقعد بقى حتى ايدها على خدها وتظل ساجعة على الدمن الدمن جامعة دمنة اللي هي بنقول عليها بالبدل الوقت كوم القمامة المناطق اللي بتلقى فيها القمامة بتزداد فيها ملوحتها جدا فما بتزرعها فتظلوا ساجعة على الدمن اللي هي الحياة الدنيوية دي درست درس يعني انتهى او يعني نقول معالم دارسة يعني حاجة كليها شكل وبعدين اتمحها عشان الناس بتفاهم دلوقتي من كلمة الدراسة وترجيمه استضي لا 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 رسم دارس يعني شيء معاتش له ملامح فالدرس اللي هو فعل الزمن في المحب فهي تظلوا ساجعة على الدمن التي درست خدت معدلها الشكل بتكرار الرياح الاربعي يعني الفصول تعاقبت عليها لحد معدلهاش معنى ازعاقها الشرك الكثيف ده حال النفس بقى وهي بتحن العلامة الاول بس الجسم ما سكها فهي بتكتشف هنا انها بصدد ايه شبكة صياد مش عارفة تفلت منها هو اه عايز يقعد من غير اكل بس بعد يوم ولا يومين لا هو هبيجو مش قادر يسك فلانه واقع في الخية في الشرك في الشبكة محبوس فالنفس هنا اصبحت حبيسة البدن ازعاقها الشرك مكتوب الشرك هنا الكثيف ده الفرق بين النص المحقق وغير المحقق يعني النصوص المحقق بتضبط المفردات دي انما الحاجات اللي بيجيبها محمد من عنت دي يعني اللي جابها حد من عنت يعني ازعاقها الشرك الكثيف وصدها قفص قفص الجسم عن الاوج الفسيح المربعي اللي هو علامها الاعلى وغدت مفارقة وهي بقى في حالها ده حال انتباهها الى انها ليست من هذا العالم حتى وان انست اليه فهي مش منه وان لها لها علام اخر اعلى ولكن هي محبوسة هنا وغدت وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف التربي غير مشيعي حلو التعبير انه الناس دي اللي عايشة دي دي ميتة بس ما اتدفنتش باعتبار ما سيكون هو حليف للتراب فهو هو حليف للتراب لانه من بس هو لم يشيع اليه هنا جماليات وييجي بقى حد يقولك السدميسين ما كانتش عربي وكانت لغة العربية ركيكة مش عارف اذا كانت ده ركيك هما اللي يبقى البليغ يعني ولا تعبيراته في القانون المعلنة سجعت اول ما تلاقي نفسها بقى في الحالة دي تهبط بقى كده سجعت الحمام لما بيسجع عفين ها 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 السود ده ده سجع الحمام سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجعي عشان كده انت تيجي مثلا لوحد ايه كبر بقى في السن وعي القوي وتقوله ازاي ده يقولك معاليش معاليش هو هنا نفسه ادركت اشياء التاني اللي لسه منهمك في الحياة ده مش قادر يفهمها فلما ييجي مثلا تلاقي الاب او الجد بيوصي ابنه او حفيده حافظ على بيتك لا دي قلت لها تطبخ لي بامية طبخت ملوخية يقوله حافظ على بيتك هو هنا بينطق بايه بحكمة النفس اللي هي هدأت قليلا يعني من كتر ما سجعت فأصبحت بتشوف او بتدرك ان الحكاية اكبر من الخناقة اللي بين الابن والحفيد ده مثلا وبين مراطع او العكس يعني فليه الكبير بينصح الصغير لان هو قرب من النهاية فالجسم اللي هو الجزء المادي المشوش على الحقائق يعني بيضعف تأثيره يعني رويدا والنفس بتقترب من موطنها الاصلي فبتستقوى اكتر فهنا بتبقى المعرفة اعلى والادراق وغدت تغرد فوق ذروة الشاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع هنا بقى وهو في حكمة دي عامة في البشر وفي علم ده خاص بالمتعلمين والعلماء ويختلف لانك ممكن تلاقي واحد فلاح عمر وما طلع من الغد بتاعه انه هو رجل حكيم لان نفسه شفت فادركت الاشياء ولما يقولك على حاجة هتطلع صح مش لانه عنده خبرة كبيرة في الحياة علشان عنده ادراك عميق بال الاقاعات الفعلية للكون ما بيغرقش في التفاصيل هو بيشوف البنية بيشوف البنية يعني هندسة مين اللي يدرك الهندسة حاجة من عالم هندسي النفس الانسانية وغدت تغرد فوق رجوة الشاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع فلا اي شيء هو بيسأل بقى هنا ابن سينا يعني ليه فلا اي شيء اهبطت من شامخ شامخ يعني مكان عالي مش شامخ بتاع اليوم من دول فلا اي شيء اهبطت من شامخ عال لهو عالم الارواح او النفوس الى قعر الحضيد الاوضعي وده بيفكرنا بمطلع قصيدة مشهورة اوي ابن الشبل البغدادي برضو بيسأل نفس السؤال بس مش عن النفس عن الوجود كله يعني يقول بربك ايها الفلك المدارو اقصد دا المسيرو ام اضطرارو يعني هو الحركة دي هي كده وخلاص ولا دي من كتبة طبعا ابن الشبل دا نفد من حد ما حدش لحق لانه هو منتصف القرون الخامس وكان في بغداد في الدنيا يعني منورة شوية انما كان ممكن في نفس الوقت دا في الاندلس يضيع في القصيدة دي فلا اي شيء اهبطت من شامخ عال الى قعر الحديد الاوضاعي ان كان اهبطها الاله لحكمة طوية عن الفطن اللبيب الارواعي فهبوطها ان كان ضربة لازب ضربة لازب يعني شيء لا مفر منه لتكون سامعة بما لم تسمع هنا بيعلل بيقول الله طب ما صاح هي مدركة للمعاني السامية هتعرف الوحشة منين ده بتاخد بقى الرحلة دي وهي في النهاية لحظة العمر ده ده انت وانت بس عايش بتايقلك ان الدنيا مش بوش السنة الجاية بس هو في النهاية انت لو بسط له كده ده لحظة وإلا الناس اللي ما تديه قبل كده والأجيال دي كلها وقا 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 انما كان ضروري ان هو تنزل النفس فتعرف حاجة مش موجودة عندها تعرف يعني ايه خسة ويعني الكلبية المرتبطة بالمادة ومحاولة ابقاء على المادة الايلة بطبيعها الى الفساد محاولة ابقاءها صحيحة وهي محاولة في النهاية يعني لو عملنا البدع ويعني وقاعد بقى شخص يأكل اكل صح ويلعب بجيادة كل يوم ولا مش عارف طب ماشي ولما يبقى 80 سنة اه يبقى احسن يعني من غيره او بعدين 85 سنة طب 90 سنة ما فيش فايدة بس ده مش معنا انك تهمل الجسم لان النفس كمان بتحتاج العلم ما هو قال لك في حكمة وفي علم العلم ده محتاج قوة عشان كده بنسينا كان قال عنه منزلة وتلمزلته يعني انه كان قوي القوة كلها يعني يكل كويس ويصهر كتير وينم على ستات كتير طبعا زمان ما كانش فيه مشكلة في الحكاية دي يعني هو واحد وزير يعني عنده فلوس اه فبي مش محتاج يعني الحياة مش معقدة زي دلوقتي فهو عنده في في الاصر اماء يعني ومولدات وكده فهو بيعمل ده كتير ومع هذا كان يقال يعني انه بيكح العين بمدة ملحية علشان ما ينعاش لشانه هو تشتغل في العين فهبوطها ان كان ضربة لازب لتكون سامعة بما لم تسمع وتعود عالمة بكل حقيقة الحقائق ما هي عكس الحقائق اللي كانت عرفاها هي عرفة السمو فتعرف يعني وضاعة ده مش تلاقي إلا في الدنيا تعرف الإثار فتعرف مع حالة الامتزاج بالبدن يعني أنانية إلى آخرين وتعود عالمة بكل حقيقة في العالمين فخرقها لم لم يرقعي يعني هي أصلا مش من العالم ده ونزولها من فوق الدقيقتين دول ما أسرش في حاجة خرقوها لم يرقعي يعني خلي الفجوة دي فجوة اللي هي فترة حياة الإنسان يعني إنما قبل كده وبعد كده هو الدائم عشان كده الفلسطور يتكلم عن خلود النفس وتعود عالمة بكل حقيقة في العالمين فخرقها لم يرقعي وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بعين المطلع هي لها قوانين أخرى بقى غير قوانين الطبيعة ما هالشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب إنما النفس لها أحكام أخرى فهي غربت بعين المطلع يعني غربت في الشرق فكأنها برق تقلق في الحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع طيب طيب أنت دلوقت محمد لما بيفتكر جده آه ده مات من عشرة السنين ده عاش سبعين سنة ده ده خلص ولما بيجي لوحد يموت ويجي يستحضر حياته كده فتيجي في لحظة لأن كل الحكاية اللي حصل هي لمعة لأن غرق في تفاصيلها الآن فالغرق في التفاصيل ده بيدينا وهم ال الدايمومة بس هو الدايمومة مش للبدن الدايمومة للنفس الإنسانية ومرارها بقى على اللحظة دي بتاعت الوجود الحسي ده مجرد فلاشة كده برق فكأنها برق تقلق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمعي وتبقى اللحظة دي فلاشة هي بس شافت من خلالها معاني اخرى مكادش ممكن تشوفها في هذا العالم المتسامي هذا فيما يتعلق بطبيعة النفس عند ابن سينة اما بقى مقال النفس والمعرفة فده اللي هيبقى في النص التاني اللي هنقوله في قصة حي ابن يقزان ترجمة نانسي قنقر